اكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الاعلام رئيس مجلس امناء معهد البحرين لتنمية السياسية اكد ان الشباب البحريني المبدع والمخلص لبلده وقيادته الرشيدة هو فخر هذا الوطن وثروته الحقيقية وعماد تقدمه وازدهاره وشريك اساسي في مسيرته التنموية ويقدم صورة حضارية مشرفة عن مملكة الغالية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدع يده الله واعرب الرماحي في لقاء مفتوح مع الشباب المشاركين في المسخة الثامنة من مدينة الشباب 2030 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات اعرب عن ثقته في تحمل الشباب البحريني المسؤولية في خدمة الوطن والذود عن امنه واستقراره وصون مقدراته والحفاظ على هويته الثقافية والحضارية في اطار التمسك بروح المواطنة الصالحة وقيم التسامح والاحترام ونبذي الافكار المتطرفة والتصدي للحملات المشبوهة على المواقع الالكترونية والشبكات الاعلامية المثيرة للفتن والكراهية بين الشعوب والمحرضة على التطرف والعنف والارهاب ورفض اي تدخلات خارجية في شؤوننا الداخلية وشدد الرماحي على ان الدفاع عن الوطن والخليج العربي هو واجب مقدس على كل مواطن وامانة في اعناق الشباب البحريني الواعي والمسؤول في تشبثه بهويته الخليجية والعربية والاسلامية ومؤكدا في الوقت ذاته ضرورة عدم الانجراف الى الاساءة للاخر لسيما عبر شبكات الاعلام الاجتماعي ويكون الدفاع عن الوطن بصورة تليق بتاريخ البحرين العريق وثقافتها وحضارتها وان لا تتأثر باستفزازات الاخرين او حملاتهم المسيئة واكد وزير شؤون الاعلام اهتمامه بتحفيز الشباب البحريني وتنمية مواهبهم وطاقاتهم الانتاجية والابداعية واعدادهم للمشاركة بفعالية في برامج التطوير الاعلامي بالقطاعين الحكومي والخاص مشيرا الى حرص الوزراء على اقامة المزيد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع المؤسسات الاعلامية والاكاديمية الوطنية والدولية العريقة واخرها متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع تمكين بشأن برنامج التدريب الاعلامي الاحترافي بمشاركة مئة شاب وفتاة من الطلبة والخرجين وخلال جولته في مدينة الشباب 2030 ومراكزها المختلفة التقى الوزير بالعديد من الشباب المشاركين وتبادل الآراء معهم حول اقتراحاتهم وتطلعاتهم مشيدا بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون شباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية ومبادراته الرائدة في دعم وتمكين الشباب ورعايته الكريمة لهذه البرامج